اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة تزداد عمقا بالروابط الأخوية والتعاون المثمر والمتنامي بين البلادين الشقيقين في المجالات التنموية والبرلمانية وأعرب معاليه عن الفخر والاعتزاز بما تحظى به العلاقات البحرينية القطرية من دعم راسخ ومساندة متواصلة من لدني حضرة جلالة الملك المعظم وأخيه سمو أمير دولة قطر حفظهم الله ورعاهما جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده معالي رئيس مجلس الشورى مع معالي السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى بدولة قطر وذلك على هامش المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بجمهوريات مصر العربية وأشهد معالي رئيس مجلس الشورى بما يجمع مملكة البحرين ودولة قطر من وشائج القربة والمحبة والمواد الراسخة مؤكدا معالي اهتمام المجلس بتعزيز تعاون وتبادل الخبرات التشريعية بين البلدين الشقيقين واستثمارهما في تحقيق المزيد من المصالح المشتركة من جانبه أعرب معالي رئيس مجلس الشورى بدولة قطر عن الفقر والاعتزاز بالعلاقات القطرية البحرينية المتميزة منوها بحرص مجلسي الشورى في البلدين الشقيقين على تبادل الرؤى البرلمانية والأفكار التنموية والتشاور المستمر بشأن الموضوعات والقضايا المطروحة في المحافل البرلمانية العربية والدولية